مرحباً 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 طلبت وطلبات صف الأول الإعدادي يلا بينا نكمل امتحاناتنا اللي موجودة في ملحق صفحة 55 واللي فيها امتحان اسكندرية وده امتحان إتبت تعال كده نشوف الليسنينج الأول إن شاء الله بولي I am 13 years old My father's name is Adil He is a clever teacher He teaches English He goes to school by car طب تعال نشوف كده بولي Heba is a years old لازم اركز هنا في كل كلمة المدرس بقولها عشان مغلطش وانا بختار طبعاً لازم اعرف إنها 13 years old مسر عادل إذا a teacher طبعاً هنا قالت ان بابا clever وclever معنى ذكي مسر عادل goes to school by طبعاً شكل ما اسمعنا نوراه by car اللي بعدها number four بولي مسر عادل teaches طبعاً شكل ما قالت لنا هي teaches English يعني بيدرس انجليزي تعال الله نشوف الديالوج معنا بيقول لي مسر عشرف is talking to is your school nearer who? is your school nearer house? يعني هل المدرسة بتاعتي جنب المنزل فقالت له no sir it's a long way from my house لأ والله إذا بعيد عن إيه؟ عن البيت قالها how do you a to school قالت له my father always a me to school طبعاً هنا المفروب بيسألها كيف تسهبين يبقى how do you go طبعاً عارف ان do or does بيجمعهم مصدر الفعل يبقى how do you go to school my father always a me طبعاً هنا my father always drives me وأنه drives me مش معناها يسؤني لكن معناها يوصلني بالسيارة how long does it a قالت تيكس لاحظ ان الفعل تحت فيه s يبقى إذا كان معداز من غير s فبالتالي حقول how long does it take تاني how long does it take قالت له takes twenty a but why you come to school late يبقى it takes twenty مش معقولة طبعاً هتاخد عشرين ساعة يبقى it takes twenty minutes يعني بياخد عشرين دية but why do you come to school late sorry sir the streets are in the morning طبعاً قلنا مزدحم للأماكن معناها بزي يبقى بزي هنا للأماكن معناها مزدحم تعالى نشوف القطع بتاعتنا يعني يوم الجمعة اللي فاتت يعني جان شاهد فيلم طويل في التلفزيون he went to bed very late فراح السين متأخر the next morning he couldn't get up early ما صحيش بدري he got out and ran to school جير وراح المدرسة he forgot to prepare his school bag well ونسي حضر الشنطة بتاعته كويس in the class في الفصل he didn't find his pen ما لا أشي الألم بتاعه or the book of English ولا كتاب الإنجليزي which he was going to use اللي حيستخدمهم he tried to borrow them from his classmates كلمة classmates يعني زميله في الفصل حاول إنه هو يستلفه من زميله في الفصل but they couldn't give what he wanted ما ادروش يدوه اللي هو عايزه طبعا يبقى they هنا عايز على his classmates على أصدقاءه في الفصل because they were using them لأنهم طبعا كانوا محتاج إنهم وكانوا يستخدموهم as teachers weren't pleased ما كانوش مسرور أبدا كلمة pleased يعني مسرور with him he was sorry and promised to go to bed early and get up early وعاتوا من هو ينام بدري واصحى بدري number one bully do you think john is a careless pupil or not طبعا بولي هل تعتقد إن جون ده مهمل ولا لا يبقى هقول أكيد he is careless يعني هو طبعا إيه مهمل هنا بختار يا حبيب ما جاوبش بيسمونه طالما بيديني اختيارات هو عايز تقول yes or no لا بختار واحدة من الاتنين يبقى he is careless طبعا بولي how do you know طبعا هنا ممكن اجاوب يجابك كتير ممكن اقول he sleeps late يعني هو بينام متأخر he sleeps late يعني بينام متأخر and gets up late خلاص وبيصحى ايه وبيصحى متأخر ممكن اقول he forgets his things يعني بينسى أشياءه أو أغرضه تاني he forgets his things يعني بينسى الأشياء بتاعته طيب number two بولي give a suitable title for this passage تعال بقديني عنوان مناسب للقطع دي طبعا هنا ايه هنوان يا حبيبي هجيبه متعلق بالقطع هحسبولي صح إن شاء الله طبعا ممكن هنا اقول a careless boy يعني a careless boy يعني ولد مهمل تاني a careless boy يعني ولد مهمل البعدها أقول why were the teachers angry with john يعني ليه المدرسين كانوا غضبانين من جون طبعا هنا ممكن اقول because لأن he was careless he was careless طبعا ممكن اقول إنه كان مهمل وممكن اقول because he forgot فرغوت فرغوت يا حبابي يعني نسى his been خلاص and books يعني نسى الكتاب والقلم نومبر فور بقولي john got up late on طبعا يا حبابين مفروض إنه صحي متأخر يوم السبب ليه؟ لأنه كان بيتفرج على الفيلم يوم الجمعة طب تعال نشوف نومبر فاي بقولي the underlined word pleased means طبعا كلمة pleased هنا معناها إيه؟ اللي means happy means happy the next the underlined pronoun they يعني الضمير they prefers refers to john's طبعا refers to john's classmates طبعا عيد على زملة john the next تعال نشوف كده الاختيارات sitting under a tree as it's very طبعا نياد تحت شجرة because it's very sunny لأن الجو مش مساكيد البعدها baby birds are very eight they can't fly for many days ما قدروش يطيروا لعدة أيام يبقى هنا لازم أقول إنه هما weak يعني weak ضعيف أما unkind يعني مش طيب عندنا strong يعني قاوي kind يعني طيب أو واطوف number three bully would like to spend أقول لكم حبابي كلمة would like بقولها تو المزر he would like to spend all day a video game وإحنا قلنا يا حبابي إنه سبين time big or ever plus ing يبقى playing the next lovely things make you feel طبعا الحاجات الجميلة بتخليك تشعر به أكيد happy يعني بسعادة people wear school أكيد uniforms طبعا سكل uniform ليه زي بتاع المدرسة أو زي المدرسة الموحد sensible person وإحنا قلنا sensible بمعنى عاقل sensible persons are a with their friends طبعا هنا لازم أقول they are friendly كلمة friendly يعني ودود number seven بقول لي they a video call at the moment طبعا حبابي قلت at the moment دي علامة العلامات المضارعة مستمرة فلازم أقول they are making تاني they تاخد are but they are making we know it's the end of the lessons when we hear that طبعا لما بنسمع أي بنعرف إن الدروس انتهت وأكيد لما بنسمع البل الغرز اللي بعدها بقول your father never works a saturdays وإن الآن ما حبابي تاخد حرف الغرز the next is yet doesn't a swimming when it's cold طبعا هنا doesn't go swimming وأقولت حبابي go be your other plus ing يعني يذهب للسبح تعال نشوف المستيكس بقول the camels يعني الجمال are very strong قوية they can't carry one hundred kilos طبعا طالما هي قوية يبقى تدار تشيل مش ما تدار تشيل the next my best friend have got طبعا the best friend the مفرد فياخد has the next star is my cousin today is her birthday طبعا هنا بتكلم على مفرد مذكر سفة الملكية منه his وليس her يبقى his birthday عيد ميلاده هو where does monas father lives طبعا حبابي قلت لما اجيب does لازم ارجع الفعل الاصل ويبقى live هنا موضوع writing بيتكلم لي عن your favorite sport star النجم الرياضي المفضل بتاعك طبعا هنا حبابي اوعى تكتب على طول عن favorite sport star انا قلت هنا بجيب topic sentence يعني جملة موضوع بتدينا فكرة انا هتكلم عن ايه وقلت الجملة دي دايما بتبقى عامة يعني لما اجي اتكلم قلت بسيط فراه واقول في الاول I like sports يعني I like sports يعني انا بحب الرياضة وبعدين اكمل واقول It's very important يعني هي مهمة جدا It makes my body strong يعني بتخلي جسمي قوي وحابدا اقول My favorite sport is football يعني الرياضة المفضلة هي كرة القدم يبقى هنا انا بدأت بكلام عام وابدأ اخش بعد جدا على موضوعي يعني هنا بقى هابدأ اكتب اقول My favorite sport star يعني نجمي المفضل is محمد صلاح صلاح وطبعا ده لان محمد صلاح هو اللي جلنا وطبعا اقدر اكتب عنه اللي احنا عارفين وحابدا اكتبها محمد صلاح بيلعب فين بيلعب لنادي ايه المهارات اللي عنده الناس بتحبو ايه اوصفو ايه جيب باي باي السلام عليكم اشتركوا في القناة